دول عربية وإسلامية تستعد لحشد 150 ألف جندي لخوض غمار الحرب الدائرة بسوريا ومحاربة تنظيم داعش معظم القوات ستكون سعودية إلى جانب قوات مصرية وسودانية وأردنية موجودة داخل المملكة حاليا إذ أكدت وسائل أعلام أن المغرب أيضا التزم بإرسال قوات إلى جانب تركيا والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر في وقت عين سعوديون والأتراك قيادة للقوات المشتركة التي ستدخل سوريا من شمالها عبر تركيا منذ أسبوعين فبعد سعودية ها هي دولة والإمارات العربية تعلن عن استعدادها لإرسال قوات برية إلى سوريا ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش حيث قال أنور قرقاش وزير ودولة الإمارات لشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي أن وجود قيادة أمريكية لهذه القوة سيكون شرطا مسبقا للإمارات فهذا وقد حذرت إيران من عواقب شن هجوم عسكري بر بسوريا معتبرة الخطوة تأجيجا للصراع في المنطقة حيث قالت على لسان أمين مجمع تشخيص مصلحة نظام محسن رضائي أن أولوج سعودية حرب سوريا سيؤدي إلى إشعال كل المنطقة بينها سعودية أو ربما حدوث حرب إقليمية كبرى وفي شأن ذاته كتب رضائي في صفحتي على الأنستجرام أنه بعد هزيمة داعش والنصر في العراق وسوريا قررت سعودية وأمريكا إرسال الجنود السعوديين إلى سوريا لمواجهة الجيش السوري ما قد يعزز المواجهة بين روسيا وتركيا وسعودية فدخول أمريكا على الخط ليجسد ذلك حربا إقليمية كبرى